اشتركوا في القناة من السيقة برنامج مكافحة التغير المناخي بالأمم المتحدة تزور إيرتريا توقعات بسمرار هطول الأمطار في شهر أغسطس الحالي النيجر تحذو مالي في قطع العلاقات مع أوكرانيا معطلوا 17 شخصا بسبب أمطار غزيرة في شمال شرق السوداني والهندو وألمانيا تجرياني من ورات مشتركة للدفاع الجوي أهلا بكم إلى التفاصيل النشرة حفلة العاصمة أسمر اليوم السابع من أغسطس باستقبال رسمي والشعبي للدراج بنيام جرماي الفائز بالقميص الأخضر في طواف فرنسا للدراجات لعام 2024 وهنأ فخامة الرئيس السياس أف ورقي في حفل الاستقبال الذي نظم في عدهل الشعب الأرتري عامة وقال إن بنيام هو فخر للبلاد والشعب فليكن فخورا وعرب عن ثقته في تدعيم هذا الانتصار مستعبلا برياضيين آخرين وقدم الدراج بنيام جرماي في المناسبة التي حضرها مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخل والمشرفين على اتعاد الدراجات والمدربين ومتسابق الدراجات المخضرمين الذين رافعوا اسم بلادهم في المحافلة الدولية وأسرته قدم القميص الأخضر للرئيس السياس أف ورقي وأوضح الرئيس السياس أف ورقي في تصريح لوكالة الأنباء الأرتريم أن بنيام والرياضيين الآخرين الذين يحققون انتصارات مشهودة يبرزون القدرات الكاملة في البلاد ومما لا شك فيه أنه سيتم تحقيق انتصارات غير محدودة في المستقبل وقد خلق الانتصار على أرض الواقع التأثير الكبير على الشعب وخاصة الشباب من جانبه قال الدراج بنيام جرمعي أن سر انتصاري هو العمل الجاد والإيمان بالفوز وكان تأثير دراجين المحترفين السابقين والأهم من ذلك الدعم وتشجيع الجمهور كان له الدور الكبير في انتصاره في غضون ذلك توافدت حشود غافيرة من المواطنين على طوال الشوارع التي يبلغ طولها سبعة كلمتراته بدءا من مطار أسمر الدولي إلى ساعة الفاتح من سبتمبر مرددة لغان المشيدة بالدراج بنيام وإنجازاته مرتدين قمصان خضراء مزينة بالعالم الأرتريم تخل الحفل الاستقبال عروض فنية متنوعة نظمتها اللجنة الوطنية المنسقة للاحتفالات في ساعة الفاتح من سبتمبر حصل الدراج الارتريب بنيام جرماي على ثلاث ميداليات ذهبية في المراحل الثالثة والثامنة والثانة عشر في طواف فرنسا الذي غطى مسافة حوالي 3500 كم واحتفظ بقميصه الأخضر من المراحل الخامسة وحصل على لقب الإفريقي الأول في تحقيق هذا الإنجاز التقت من الساقة برنامج ألوم المتحدة لمكافحة الطائرة المناخية السيدة رينا جيلاني التي تقوم بزيارة عمل إلى إرتريا منذ 6 من أغسطس التقت مع مختلف المسؤولين في الحكومة الإرتريا بصفتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة وفي اجتماعات منفصلة مع وزير الأراضي والمياه والبيئة سيد تسفعي قبر سلاسي ووزير الزراعة سيد أرفعين برهة ووزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور جيرجيس تخلى ميكايل ناقشت السيدة رينا خطط إرتريا والتقدم الذي أحرزته لمواجهة تحديات تغيير المناخ وأثناء لقائها مع الوزير تسفعي قبر سلاسي قدم لها شرحا حول مشاريع الحفاظ على البيئة التي تم تنفيذها في حمل مالهم وتطوير المحميات في شمال وجنوب البحر الأحمر والإدارة المستدامة للأراضي التي تم تنفيذها في سلجغم والمشاريع المرتبطة بالبيئة الجاري إطلاقها في سهول سلمة وتفاسس ورور حباب والجنوب الغربي وقدم لها توضيحا بأن إرتريا تركز على الحفاظ على النظام البيئي والتنوع البيولوجي فضلا عن إنشتة التشجير والحفاظ على التربة إلى جانب المعاهدات التي توقعها من وقت لآخر والتقدم المهرز في تنفيذها وفي لقائها بالوزير رفين برهي أوضح سعادته أن إرتريا تقع في منطقة منخفضة الأمطار لذلك وضعت برامج حماية التربة والمياه والتشجير وتخزين كل قطرة ماء من بين أولوياتها إلى جانب العمل لإدخال الزراعة الأسرية المصغرة لضمان الغذاء المتكامل وذكر بأن جهود تنمية التنخيل التي بدأته لامتصاص الكربون في الغلاف الجوي سيتم توسعتها في المستقبل وبحثت منصقة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي بمستوى مساعد الأمينة العامة للأمم المتحدة السيدة رينا جيلاني لدى لقائها وزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور جيرجي استغل المكايل بحثت برامج تغير المناخ المماثلة والتمويل المطلوب لها أعلنت وزارة الزراعة أن معدل طول الأمطار المسجل في يوليو المنصرم في مائة وتسعة وثلاثين نقطة كان جيدا حسب التوقعات ومن المتوقع أن يستمر بمستوى أعلى في شهر أغسطس الحالي وقال مسؤول الأرصاد الجوية الزراعية بوزارة الزراعة السيد تخصي ولدى جبرايل أن توقعات هطول الأمطار بمعدل أعلى من المعتاد أي بأكثر من خمسين بالمئة في معظم أنحاء البلاد في يوليو جاء حسب التوقع ووفقا لذلك سجلت النقاط في من دفر وحركوك وصنعفي وسويرا وبارنتوم سجلت من مائتين وتسعة وثمانين إلى ثلاثمائة وعلى عشر مليمتر من الأمطار خلال من التاسع إلى الحادي والعشرين يوما ممترا وأضاف السيد تخصي أن احتمال هطول الأمطار عاعة من المعتاد في أغسطس هو خمسين بالمئة حالثا المواطنين بشكل عام والمزارعين بشكل خاص على اتخاذ الاستعداد والاحتهاطات اللازمة وبالنظر إلى كافة الاعتبارات أوسى المزارعين للتنفيذ مهام إزالة المياه من الحقول الزرعية أطول الأمطار الغزيرة وخاصة في القرى القريبة من الأنهار حيث أن هناك احتمالية لحدوث الفيضانات مذكرا الروحات بالامتناع عن الرعي أو إيواء الماشية على طول الأودية وقد سجلت محطة على الدخولة حتى الآن أعلى معدل هطول على مستوى البلاد في هذا الخريف حيث بلغت 446.4 مليمتر أفهد المزارعون وخبراء زراعة بمديرة فورتسوا بيقلم القاشبر كأن الجرارات التي وفرتها مؤسسة الغلال المواشي تساهم في سير أعمال الحرث والزراعة الصيفية وأوضح مسؤول الزراعة بالمديرة السيد هابتوم حديش أنه قد خطط لحرث 6900 هكتار في خريف هذا العام وتم إنجاز أكثر من نصف تلك المساعة بمساعدة الجرارات التي قدمت الحراثة لسبعة ضواحي بأسعاد رمزية لمساعدة المزارعين ناشد السيد هابتوم في نهاية المزارعين أن لا ينتظروا قدوم الجرارات وحرث المزارع بما لديهم من أدوات لكسب الوقت وأشكر المزارعون بجانبهم مؤسسة الغلال والمواشي بتوفيرها الجرارات بإجراءات رمزية ساهمت في زراعتهم الصيفية لهذه السنة نظم في الرابع نوص صحف الغداء لأعضاء الفرقة العسكرية السابعة والثلاثين التي تقوم ببناء سدود في مديرة قلب قدم مدير مديرة قلب السيد عثمان آدم كلمة في المناسبة التي أقيمت بضحية رورا شكر فيها أعضاء الفرقة العسكرية السابعة والثلاثين والقيادة الغربية على الأعمال التنموية التي تقوم بها عبر قائد الفرقة السابعة والثلاثون العقيدة قبر ميكيل تسفل أولدس اللاسي عن شكره بالمناسبة مذكرا أن القيام بالعمال التنموية بالتعاون ما بين قوات الدفاع والشعب هي من أساسيات قيام مجتمعاتنا وكفاحنا التحرري وأوصى حاكم إقليم عنسبة السفير عبداللوموس بجانبها الشعب بتشجيع قوات دفاعه مشيدا بدور قوات الدفاع في المشاريع التي تنفذ للمحافظة على كل قطرة مياه يقام في الوعات الراحم بناء سدي مرات ومذابات في مديرة قلب مشاهدنا فاصل قصير من ثمان عدل متابعة الأنباء على الصعيد العالمي أهلا بكم على صعيد العالمي قاطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد يومين على خطوة مماثلة اتخذتها مالي المجاورة متهمة كييف بدعم جماعات مسلحة قترة العشرات من جنود الجيش المالي وجاء في بيان متلفز للمتحدث باسم المجلس العسكري آمادو عبدالرحمن أن حكومة جمهورية النيجر بتضامن تام مع حكومة مالي وشعبها وتقرر بكامل سيادة اتهاقات العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بآثر فوري وألمح المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف في وقت سابق إلى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين لكي يتمكنوا من إنجاز هجومهم وردا على التصريحات قال آمادو عبدالرحمن أن حكومة جمهورية النيجر أطلعت بدهشة وسخت كبيرين على الملاحظات التخريبية وغير المعبورة للمسؤول العسكري الأوكراني أندريه يوسوف كما أدانت النيجر ومالي ودول أخرى في غرب أفريقيا تصريحات أضلى بها سفير أوكرانيا لدى السنغال وغينيا وغينيا بيساو وسعل العاج ولايبيريا بشعن القتال أودت أمطار غزيرة بحياة 17 شخصا وتسببت في انهيار آلاف المنازل في أبو حمد المدينة الواقعة في شمال شرق السودان الذي يشهد حربا مدمرة منذ نحو 16 شهرا وفق ما أفاد به مصدر طبي وكالة فرانس بروس وقال المصدر الذي يعمل في مستشفى أبو حمد إن 17 شخصا لقوا مصرعهم بسبب انهيار منزلهم وضاف المصدر أن العديد من الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى في هذه البلدة الصغيرة الواقعة في ولاية النيل والتي تقع على بعد 400 كلمة الشمال الخرطم وعادة ما تهت الأمطار غزيرة في السودان بينما هي واكتوبر هي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطيرة تلحق أو تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل والأسبوع الماضي خلفت خمتة قاتلة في برسودان على الساحل الشرقي أجرى أفراد من القوات الجوية الهندية والألمانية مناورة جوية مشتركة ترانغي شاكتي بين البلدين في مدينة كوينباتور بولاية تامويل نادو الجنوبية وتستضيف الهند التدريبات المتعددة الأطراف التي تستمر سبعة أيام على العديد من الدول الأخرى بما في ذلك فرنسا وألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة وتشارك في عرض مهاراتها القتالية وقابلية التشقيل البيني وقال قائد القوات الجوية الألمانية إنغو غير حارتز أثناء قيامه بتدريبات أول مرة في الهند إن المشاركة مع العديد من الدول الأوروبية كانت مثمرة وعرضت الهند العديد من الطائرات المقاتلة المحلية بما في ذلك طائرات تيغاس ورفال وميكس عشرين في التدريبات حذرت المنظم العالمي للأرصاد الجوية من أن متوسط درجات الحرارة العالمية وصل تسجيل أرقام قياسية شهرية جديدة لأكثر من عامة مع تأثير الحرارة الشديدة التي شهدها شهر يوليو والذي شهد الأكثر سخونة على الإطلاق سلبا على ملايين الأشخاص حول العالم وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يوم 22 يوليو 2024 كان اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق مستشهدة ببيانات من خدمة كوبرنيكوس لتعيير المناخ وهي خدمة أوروبية رائدة لمراقبة المناخ بينما أشارت أيضا إلى أن آسيا شهدت شهر يوليو الأكثر سخونة من زبد السجلات وأشار نوليس أيضا إلى أنه خلال العام الماضي ضربت موجات حرة شديدة وطويلة جميع القارات حول العالم في حين سجلت مواقع متعددة في عشر الدول على الأقل درجات حرارة قصوى بلغت 50 درجة مئوية أو أكثر نهاية النشر هذا تسكير بأهم وأبرز العنوين إصابة بالرسمي والشعبي للدرجة بن يام كرمايل منسقة برنامج مكافحة التغير المناخي بالأمم المتحدات الزهور إيرتريام توقعات باستمرار هطول الأمطار في شهر غصص الحالي النيجر تحذو مالي في قطع العلاقات مع أوفرانيا معطلو 17 شخصا بسبب أمطار طزيرة في شمال شرق السودان الهند وألمانيا تجريان منورات مشتركة للدفاع الجوي مشاهدين الكرام هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء هذه تحيات وتحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة